على هامش هذه القمة كوب 27 وعلى مع شبكة مراسلين وموفيدة التلفزيون المصري فقد أجرت مفادة التلفزيون المصري زميلة إلهام نمر لقاءاً مع نتالي ضاوة مسؤولة التعاون الحكومي بلجنة التعاون البيئي لدول أمريكا الشمالية وذلك على هامش فعاليات المؤتمر مؤتمر كوب 27 وحين يجتمع ممثل الدول العالم في هذه القمة قمة المناخ قبل 27 في شرم الشيخ بالطبع نتحدث عن طبيعة التعاون ما بين الدول وما بين الحكومات نتحدث اليوم عن منطقة أمريكا الشمالية تحديداً كندا الولايات المتحدة والمكسيك والمخاطر التي تواجه هذه القمة من خلال مسؤولة العلاقات التعاون بين الحكومات في لجنة التعاون الخاص بالبيئة لأمريكا الشمالية مادام نتالي داو السيدة نتالي داو مديرة العلاقات الحكومية بلجنة التعاون البيئي بأمريكا الشمالية مرحباً بك في مدينة شرم الشيخ وبالتلفزيون المصري شكراً جزيلاً أنا سعيدة بتواجدي في مصر في هذه مراتي الأولى وسعيدة بالمشاركة في المؤتمر المناخ سؤالي هو فما هي التهديدات التي تواجهها أمريكا الشمالية والمكسيك فيما تعلق بالتغيرات المناخية هناك العديد من المشكلات المتعلقة بأثار التغيرات المناخية وحول الظروف الجوية بشكل عام فهناك حرائق وهناك موجات من الجفاف والعواصف والأعصير وارتفاع في درجات الحرارة فهي الإشكاليات التي نجدها في أماكن أخرى ولكن بما أن المساحة الجغرافية لدينا شاسعة فنجد هذا نواجه الكثير من الإشكاليات كما يمكن أن نتخيل المتعلقة بالمناخ حين نتحدث عن الولايات المتحدة فهي الكوة الاقتصادية الأولى في العالم وأكثر البلاد تلويسا وإنبعاثا للكربون فكوة عزمة في العالم فما هي الفرص التي يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة وكندا لإنقاذ الكوكب والمنطقة بشكل خاص بالطبع هناك تعهدات تم قطعها من قبل حكومات تلك الدول فأنا لا أمثل هذه الحكومات ولكن هناك التزامات خاصة للوفاء بالتعهدات الخاصة باتفاقية باريس والآن فيما يتعلق التمويل أعتقد أنه سيتم الإعلان عن قرارات خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بما يمكن أن تقدموا كندا والولايات المتحدة باعتبارهم فيما كوتين عزمة في العالم لمجابهة التغيرات المناخية ماذا تنتظرون من مؤتمر المناخ؟ أعتقد أنه تجمع كبير فكل الفاعلين المعنيين بتغيرات المناخية يجتمعون اليوم بالإضافة إلى المجتمع المدني فعلينا أن نحرس تقدما فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف أيضا لمواجهة التغيرات المناخية وأعتقد أن هناك قرارات سيتم الإعلان عنها في جناح كندا من قبل الحكومات السلاس في العاشر من نوفمبر وهي فرصة سنحة حتى يتمكن كل الفاعلين الحكوميين من التأكيد على الأولويات وعلى إثبات التزامهم هل ترون أن أزمة الطاقة التي اندلعت العام الماضي تتطلب إجراءات سريعة لمواجهتها بالطبع هناك أهمية لتقييم الخيارات التي أمامنا فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والجهود المبزولة في هذا الشأن وأعتقد أن حكومتنا تعمل على هذا الملف أعلم أنكم معنيون بأمريكا الشمالية ولكننا في مصر فمصر تمثل الكرة الأفريقية وأفريقيا من أكثر المناطق تضرورا من أثار التغير المناخ وهذا يؤثر أيضا على منطقتكم فما هو نوع التعاون الذي يمكن أن نقيمه مع الكرة الأفريقية لتحسين الوضع فيها نحن نرى أن مجال المنموذج التعاون في أمريكا الشمالية يمكن تنفيذه في مناطق أخرى فيمكننا معا إيجاد الحلول وتطبيق النمازج التي لدينا في بلدان أخرى في أفريقيا وكما قلت لكم هناك قرارات سيتم الإعلان عنها فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعارف والقدرات وهذا أمر ضروري أشكركم جزيلا سيدة نتالي دوو مديرة العلاقات الحكومية بلجنة التعاون البيئي بأمريكا الشمالية شكرا